حياكم الله أيها الأخوة إلى هذه الفقرة الثانية في برنامجنا وطلب العلم العلم تركة الأنبياء وتراثهم وهو حياة القلوب ونور البصائر وشفاء الصدور ورياض العقول ولذة الأرواح وهو الميزان الذي به توزن الأقوال والأعمال والأحوال به يعرف الله ويعبد ويذكر ويوحد ويحمد ويمجد وبه اهتدى إليه السالكون ومن بابه دخل عليه القاصدون بالعلم تعرف الشرائع والأحكام ويتميز الحلال من الحرام به توصل الأرحام وبه تعرف مراض الحبيب وبمعرفتها ومتابعتها يوصل إليه من قريب العلم أيها الإخوة والأخوات العلم مذاكرة تسبيح البحث عنه جهاد طلبوا قربة بذلوا صدقة ومدارسته تعدل بالصيام والقيام والحاجة إليه أعظم منها إلى الطعام والشراب لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب كما قال الإبام أحد في اليوم مرة أو مرتين وحاجته إلى العلم بعدد أنفاسه وإذا فقد الناس العلم فهم بمنزلة الأرض التي فقدت الغيثة العلم أحلى وأغلى ما له استمعت أذن العلم أحلى وأغلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفمي العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدمي جاءت الأدلة من الكتاب والسنة بفضل العلم ومنزلته هذا العلم سبيلنا إلى الجنة إذا سألت يا أخي إذا سألت كيف أدخل الجنة ما هو طريق الوصول إلى الجنة اعلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة من خلال كتاب من خلال حلقة ودرس من خلال قناة من خلال تعليم نظام تعليم عن بعد منصة تعليمية من خلال سماع الأقراص المدمجة من خلال الأشرطة أي طريق تسلك تلتمس فيه تلتمسين فيه علما أيتها المسلمة الطريق يوصل إلى الجنة بشارة بتسهيل العلم على طالبه لأن طلبه من الطرق الموصلة إلى الجنة ومن يرد الله به خيرا يفقه في الدين ليس فقط يعني فقه الأحكام والحلال والحرام لكن معاني القرآن يا جماعة يا جماعة لو سألنا الآن ماذا نقرأ في قصار السور ماذا نقرأ في الصلوات ستقولون غالبا قصار السور بصراحة بصراحة قصار السور طيب ما معنى الصمد ما معنى غاسق ما معنى وقب ما معنى الخناس ما معنى الصمد ما معنى الإلافي ما معنى ضبحة ما معنى سجى إذا كنا لا نعرف معاني هذه الكلمات في قصار السور وهي التي نقرأ بها يوميا فما حالنا مع ربنا العلم يوصلك إلى التوحيد وأصول الدين وشريعة رب العالمين وفهم الكتاب والسنة والرسالة الإلهية يرفعك درجات يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوت العلم درجات من الثواب في الآخرة ومن الكرامة في الدنيا العالم كم منزلته مدح الله العلماء في هذه الآية يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في دينهم مقامات في دنياهم واعلم بأن العلم أرفع رتبة وأجل مكتسب وأسنى مفخري لا درجة بعد النبوة أفضل من درجة العلم كما قال الإمام البيهقي لقي عمر لقي عمر نافع لقي عمر لقي عمر نافع بعسفان وكان عمر يستعمل على مكة فقال من استعملت على أهل الوادي قال ابن أبزة يعني أمرت من قال ومن ابن أبزة ومن ابن أبزة قال مولى من موالينا قال عمر استخلفت عليهم مولى قال إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين ما رأيكم بهذه القصة؟ ما رأيكم بهذه القصة الجميلة؟ الإمام الفقيع طاب أبي رباح كان عبداً أسود لمرأة من مكة كان أعور أفطس الأنف أشل أعرج ثم أصابه العم بعد ذلك لكن عز بالعلم كان مفت الحج جاء الخليفة سليمان بن عبد الملك في الحج هو وابناه محتاجين إلى مسأله وين؟ من الذي يفتي؟ قالوا عطاء وين عطاء؟ قالوا في مسجدي يصلي دخلوا عليه ما تحرك ويصلي ويصلي فلما انتفرغ من الصلاة التفت إليهم فسألوا عن مناسك الحج ثم حول وجهه فلما خرج سليمان الخليفة قال لابنيه يا بني لا تنيا في طلب العلم لا تقصر في طلب العلم فإني لا أنسى ذلنا بين يدي هذا العبد الأسود لكن العلم رفعه العلم أجره يجري لصاحبه بعد موته إلى يوم القيامة لو علمت شيئاً أيها الأب أيها الأم أيها الأخ أيها الأخت إذا مات الإنسان قطع عنه عمله إلا من ثلاثة ومنها علم ينتفع به من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم فيا لها من مرتبة ما أعلاها ومنقبة ما أسناها أن تكون في قبرك وقد صرت أشلاء ممزقة وأوصال مفرقة وصحف حسناتك يزاد فيها وأعمال الخير تهدى إليك إنها المكارم والله والغنائم ورب الكعبة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ماذا نريد أكثر من أن الملائكة تضع أجنحتها تواضعاً لطالب العلم ماذا نريد أن العلم أكثر ماذا نريد أكثر من أن العلم مراث النبي محمد صلى الله عليه وسلم العلم العلم كالنور في الليلة الظلماء يقول كثير بن قيس كنت جارساً مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل قال يا أبي الدرداء إني جئتك لحديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة إني سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من سلك طريقاً يطلب فيه علم من سلك الله به طريقاً من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنعتها رضاً لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة القدل بدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ورثوا العلم فمن أخذ وأخذ بحظ وافر لازم نكون طلبة علم لازم الآن نتفق أيها الإخوة والأخوات على أن نسعى في طلب العلم لابد أن نبذل أوقات من حياتنا لهذه الفريضة طلب العلم فريضة على كل مسلم وعلى كل مسلمة ما أمر الله نبي أن يستزيد من شيء إلا من العلم وقل رب زدني علماً هذا يدل على شرفه ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملاء الأعلى لكفى به فضلاً وشرفاً فكيف وعز الدنيا والآخرة من يطم به نسأل الله أن يوفقنا إلى العلم النافع وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه هو العليم الحكيم أيها الإخوة والأخوات كل يوم بمشيئة الله في فقرة عن طلب العلم سنتحدث عن طالب العلم والمنهج طالب العلم والشيوخ طالب العلم والكتب طالب العلم والحفظ طالب العلم وطالب العلم بمشيئة الله تعالى وإلى فقرة